زي النهاردة ولكن في 29 ديسمبر 2016 فاز الأهلي على الزمالك 2-0 سجلهم زي ما انتوا شايفين جونيور أجاييه الهدف الثاني ومؤمن زكريا الهدف الأول وده كان في بطولة الدوري العام 2-0 في 29 ديسمبر 2016 ليفوز الأهلي بهدفين للاشي ده في 2016 يعني من سنتين بالزبط 30 ديسمبر 1984 30 ديسمبر أو لسه هتشوفوا كمان الجوني التاني لجونيور أجاييه وكويس قوي انه الاثنين موجودين جونيور أجاييه بيرجع يستكمل القوة الضربة للنادي الأهلي بعد شفاءه من الإصابة اللي أبعدته طويلا ومؤمن زكريا أيضا في الطريق لاستعادة مستواه الكبير بعد تجديد عقده وبعد استقرار أموره مع الفريق بشكل كامل علشان زي ما قلتلكوا بصوا على اللعيبة واحد واحد والمهندس عادلي أشار من شوية وهو بيتكلم إنه الناس لو استعرضت الموقف في كل المراكز مع عودة اللعيبة الكبيرة والتقيلة في الفريق ربما لا تشعر بالمشكلة الحقيقية اللي شعرت بها الفترة اللي فاتت فيه تدعمات أه فيه تدعمات فيه شغل كبير بيتعمل أه فيه شغل كبير جدا بيتعمل بس زي ما المهندس عادلي قال الأهل مش لوحده ما أنت بتخاطب أندية عشان تجيب لعيبة مؤثرة من عندها أو لعيبة مهمة لتدعيم الصفوف اللي عندك اللي انت شايف فنيا محتاجة تدعمات كل ده مرتبط بأندية تانية عندها ارتباطات وعندها التزامات وعندها رغبات وعندها تمسك بلعيبتها وعندها تدخلات أيضا من أطراف منافسة فالمسألة مش بالسهولة اللي الناس بتظنها الناس هي بتتكلم على الصفقات المسألة مش أنت بتروح السوق تجيب اللي انت عايزه آه انت عايز هذا المستوى بس هذا المستوى متح ولا لا ومدى التزام ومدى ارتباطه بناديه فهي المسائل كلها لها علاقة بعضها جونيور أجايا اللي انتوا شايفينه بيسجل في مرمى الزمالك هو رجع واستعاد قوته وان شاء الله يدعم صفوف الآلي وايضا مؤمن زكريا اللي تم تجديد عقده وان شاء الله يعود بسرعة للتشكيل الأساسي لأنه عنصر خبرة مهم جدا في 30 ديسمبر 84 توجي الآلي بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه فاز الآلي على كانون يا واند زي ما انتوا شايفين 243 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء خسر أمام كانون يا واندي 01 بعد الفوز ذهابا 1-0 سجل الهدف مجدي عبدالغني ولما تبادل كلهم منهما الفوز 1-0 زي ما حضراتكم شايفين هدف الزهاب كانت ضربات الجزاء هي المرجحة لهذه المباراة ليتوج الآلي بأول كاس لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اللي كانت بالضبط موازية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري البطولتين في بدايتهم كان لهم نفس عدد المباريات لهم نفس النظام لهم نفس التنسيخ وبالتالي حتى وقتها في التصنيف ما كانش فيه فرق في النقاط الاتحاد الأفريقي لما استحدث دوري المجموعات ولما بطولة دوري الأبطال زادت في قيمتها وفي جوائزها وفي أهميتها وفي تصنيفها زود نقطة زيادة على نقاط تصنيف لدوري الأبطال عن بطولة أبطال الكؤوس اللي بعد كده تلغت وتم دمجها في كأس الاتحاد الأفريقي عشان تبقى بطولة واحدة اللي معروفة دلوقتي باسم الكونفدرالية